موسيقى موسيقى واخيراً نوع الشتاء اللي معها الكرة وقلوك اللاين اوب لنادي اسبورتن لكن دلوقتي الكرة مع النادي الاهلي عشان بس نعرف وادي كايلة سورنتون وأول سري بوينت ما بتنجحش في التسجيل للمو على طول هدي نياسر من نادي اسبورتن ونطلع على طول لفرح عمر المصاعدة من 18 سنة وادي هلا مصطفى المنتقلة من نادي الاهلي النادي اسبورتن تقطع في السكة نادي نياسر او نادي سلعاوة وبتطلع على اوت صاعد لصالح النادي اسبورتن اوت صاعد لسبورتن هلا مصطفى المنار ايهاب المنتقلة حديثاً من الاهلي الى اسبورتن هلا مصطفى ليه فرح عمرتي اللي بنحى الثاني الجينة جينة حلمي توقف سنة نادي والا اربعة عشر ثانية تنتهي زمن الهجمة وتقول الكرة الى صالح النادي الان اللاين اوب لنادي اسبورتن رقم اربعة وثلاثين هلا مصطفى منار ايهاب رقم اربعة جينة حلمي رقم حداشر نادي نادي نياسر تلتاشر واخيراً فرح عمر رقم تمانية سوريا بيجي لها سكريم للنهشيتا اللي بتطلع لكايلة سورنتون بتسلم لنانا نبيل في مركز صانع اللابر رانال كايلة كايلة واحد على واحد هي وهالة تحت الباسكت تلفه والفي دويه وتشوت وتنجح في تسجيل نقطتين للاهلي عشان يبقى نتيجة اربعة تلاتة لصالح النادي الاعلي ده ما نداعي على انتهاء الكورتر الاول وتراي كده من هلا مصطفى من سبورتن لكن تتخطف تلمر باوند على طول لنادين سلعوة حاول تلعب واحد على واحد تهدام ملعبها تسلم رانال نبيل سوريا تغيدي جي لها سكريم من نوع الشيتا واحد على واحد لها الطريفة من بعيد سوريا شاطة سوريا ما جابتش سوريا الساكن شاطة عندي مين هنا خطأ شخصي على نوع الشيتا لعبة النادي الاهلي رقم تلاتة وعشرين وعود سايد تحتسبه الكابتن مونة حكمت المباراة الخطأ الشخصي هنا على لصالح نادين ياسر ده الخطأ الشخصي الاول في المباراة والكورة مع سبورتن فرح عام تسلم ليه منا ريهاب جينا حلمي تصويبات جينا حلمي بتشوت ما بتنجحش في التسكين تلعب واحد على واحد بقوتها بسرعتها بتنجح انها تاخد خطأ شخصي من نادين ياسر ويه رميتين حراتين لكايلا سورنتون المحترفة الامريكية تبلغ من العمر تلاتة وعشرين سنة تلعب في ال WNBA كايلا سورنتون على تنفيذ الرمية الحرة الاولى تنجح في التسكين الرمية الحرة الاولى والرمية الحرة التانية كايلا تنجح ايضا في التسكين ستة تلاتة لصالح النادي الاهلي سبعة دائق خمسة وعشرين سنة على انتهاء زمن الكوارتر الاول جينا حلمي لفرح عام نادين ليه هالا مصطفى وتو بوينت هالا ما بتنجحش في التسكين تلام كايلا على طول اللي بتطعب الفاص بريكية الوحدها تلاتة على تلاتة ترار التطلع كانت اتخطف منها تسلم على طول رانا نبيل لسالعاو سري بوينت نادين ما بتنجحش في التسكين على الساكن تلام وتطلع ليه رانا نبيل اللي بتشوت سري بوينت تانية ما بتنجحش ايضا في التسكين وتطلع الكورة اوتسايد لصالح نادي سبورتي جينا حلمي هتسلم له فرح عام رقم تمانية فرح لمنار ايهاب هالا مصطفى لجينا حلمي سري بوينت جينا نكح جينا تسكين سري بوينت عشان تعادل نتيجة الى ستة ستة جينا حلمي اللي قدامنا واوت كورة مع النادي الاهلي كايلة سورنتون لرانا نبيل لكايلة تاني اللي بتلعب مركز اربعة ونوى الشتة في مركز خمسة مسكاها هالا مصطفى كايلة وميديم كايلة شاطة كايلة نكحة كايلة تسكين نقطتين لصالح النادي الاهلي تمان دائق اربعة عشر ثانية على انتهى زمن الكورتر الاول هالا مصطفى لفرح عام اللي بتختارك لكن هنا خطأ شخصي على رانا نبيل لعبة النادي الاهلي رقم تسعة واوتصايد ويد كابتن احمد تامر صفوان احمد كامل صفوان بيحتسب الخطأ ولوكو جمان على اسماء الحكام لكن خلاف المرش دلوقتي ودي نادين ياسر شاطة لمت كايلة على طول هي اللي تطلع بالفاص بريك رانا نبيل فين كايلة لسوريا لكايلة تاني ميديم كايلة شاطة انه مادي مجابتش تلمي جينا حلمي وبتطلع من اسمورتن بتطلع الفاص بريك الاهلي بيرجع لفرح عامر من اسمورتن لسه لأهلي زون ديفين ستين ثلاثة منار ايهاب جينا حلمي نادين ياسر تقطع كايلة في السكة وبتطلع أود سايد ست سواني على 24 سنة على انتهت زمن 24 سنة زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة وأود سايد السبورتن جينا هتطلع الأود تسلم منار ايهاب اختراقات منار معاها رانا نبيل تروح ما بتجبش تلم كايلة تاني كالمعتاد تقع وبتطلع الكرة رانا نبيل رانا نبيل تسلم لنادين سلعاوي رانا نبيل تاني اللي بتدع لملعبها وبتلعب حاجة مانتو مان نادي سبورتن نادين سلعاوي لكايلة والبيكندرولو حلوة لكن خطأ شخصي على هالا مصطفى لعبة النادي الاهلي عفوا لعبة نادي سبورتن ورميتين حراتين لكايلة سورنتون اللي جابت رميتين الحراتين الأوليين تنجح في التسكين واضي الخطأ الشخصي على هالا مصطفى واضي كايلة على تنفيذ الرمي الحرة الأولى تنجح في التسكين كايلة والرمي الحرة الثانية تنجح أيضا في التسكين عشان كده تبقى نسبتها مية في المية فريدة واقل من النادي الاهلي نزلت خرجت رانا نبيل فريدة واقل رقم 14 كده الملعب يعني فريدة واقل سورية هالا مصطفى هالا مصطفى تقطع وتطلع على نادي سبورتي لنادي الأهلي كم مباراة النهاردة الحكم أول كابتن محمود إبراهيم كابتن أحمد كامل صفوان حكم ثاني والكابتن مونة عدلي حكم ثالث أما مراكب المباراة فهو محمد الجعلي مراكب هذه المباراة اوتسايد للاهلي 20 ثانية على انتهاء زمن الـ 24 ثانية فريدة واقل النادي سلعاوة معها هالا مصطفى تلعب بها لكن هنا خط مخالفة المشيب القرى على النادي سلعاوة واوتسايد لصالح نادي سبورتن عشرة الاهلي ستة سبورتن اربع دقائق خمسة وتلاتين ثانية على انتهاء زمن الكورتر الاول لسا الاهلي زون ديفينس منار ايهاب فرح عمر لمنار ثاني سلي بوينت من منار ما بتنجحش في التسجيل لما على طول كايلا سورنتون اللي بتسلم ليه سوريا ليه كايلا ثاني او الكي تي زي ما بيطلقوا عليها في النادي الاهلي فريدة واقل واول اختراقاتها لكن بلوكته من نادي نياسر اللي بتطلع لفرح عمر من النادي سبورتن بتجري فرح مستنية هالة هالة اختراكت من البيس داين تطلع ليه منار منار وستري بوينت منار نجحة منار في تسجيل ثلاث نقاط عشان تدائي الفرق الى نقطة لصالح النادي الاهلي دلت دقائي خمسين ثانية على انتاء الكورتر الاول عشر الاهلي تسعة سبورتن سوريا ميديم سوريا نجحة سوريا في تسجيل نقطتين ودي النادي الاهلي الاهلي على حسب الاشارة اللي شفناها من السوريا منتو مان ودي فرح عمر تسلم ليه نادي نياسر تستنى الاسكرينات تسلم ليه فرح تاني اللي بتحوش حاول تختارك من الميدل وتغبط القرى تبع من ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي تلات دقائي تلاتة وعشر سانية اتناشر الاهلي تسعة سبورتن اوتسايد الاهلي فريدة واقل سوريا هي اللي هتوم بصناعة اللاعب مركز صانع اللاعب من نوع شيتا سوريا لكايلة سورنتون كايلة بتهوش تختارك تستغل سورايتها وجسمها ميديم سوريا ميديم كايلة نجحة كايلة في تسجيل نوتوتين واسع الفريق الى خمس نقاط اربعتاشر تسعة لصالح النادي الاهلي ديتين خمسين ثانية على نتاق الكورتر او خمس وخمسين ثانية على نتاق الكورتر الاول جينا حلم من سبورتن تراي كده وما بتجيش للم سوريا على طول وبيطلع فاص بريك النادي السا العوال اللي بتختارك وبشملها تنجح في تسجيل نوتوتين على طول كابتن احمد المدير او القائم بعمل المدير الفني النادي سبورتن بيطلب عشان يوقف تفاوق النادي الاهل الستاشر الاهل التسعة سبورتن ديتين اتنين واربعين ثانية وهذه تعليمات المدربين وهنبلغكم دلوقتي باخر المستجدات ما قبل المباراة وما بعدها والنتائج والمعايد المباراة القادمة بإذن الله لكن خلنا دلوقتي مع كابتن علي هاشم كابتن علي هاشم مدير الفني كابتن كريم اسمالي المدرب عام كابتن احمد ابراهيم ودلوقتي في عادات للألعاب زي ما احنا شايفين قدامنا واحنا برضو هنقولكو تشكيل الفرقتين دينا عمر سوريا محمد رانا نبير ردوى محمد كايلة سورنتون دين سلعا وفريدة وائل وانه هاشتة لا تشكيل النادي الاهلي اما تشكيل نادي سبورتنج اللي خلاص تايم اوت خلص منار ايهاب فرح عمر جينا حلمي نادين ياسر رانيم الجداوي مايان كامل وهالا مصطفى وجمانة حسام فريدة خالد ملك السيد ليلى نبيل وخرج من قايمة نادي سبورتنج اسرار ماجد ومونيك ريد كابتن عمر عشور وهاجر عمر قبل المباراة اصابتهم بالكوبيد ناينتي نرجع للمباراة جينا حلمي نادي الاهلي كان بيضغط نادين ياسر اللي لقت الطريق فاضي نجحت فيه تسجيل نوتوتين لصالح نادي سبورتن ده الفارق الى خمس نقاط ده تين عشرين ثانية على تاقي كورتر الاول وادي كايلة سورنتون نادي نادي كايلة نادي نادي فرح عمر اخترق سلمت لي نوع الشتاء لكن تعمل لها بلوك من نادين ياسر تلمي جينا حلمي وتطلع بالملعب نادين ياسر او نانا تسلم له فرح فرح عمر جينا جينا هوشت على الاختراك سلمت تلمي من جينا لنادين ياسر نجحت في تسجيل نقطتين ودي حوار داير ما بين كابتن علي وصراية دلت نقاط فرق لصالح النادي الاهلي ديتين اربعة وشيط ثانية على انتهاء الكوارتر الاول سوريا نوع الشتاء تحت الباسكت مع نادين ياسر تلف وبشمالها ما بتجيش على الساكن شوت سكايلة سورنتون تنجح في تسجيل نقطتين وادي الاهلي هيضغط من نص الملعب فرح عمر لهلا مصطفى هلا بتعدي معها كايلة خطأ شخصي على كايلة سورنتون رقم 23 كما كابتن احمد كامل يحسب وهذا الخطأ الثاني او الثالث على النادي الاهلي والخطأ الاول على مونيك ريت عفوا كايلة سورنتون فرح عمر لجينا لكن في السكة تقطع فريدة واقل خمسين ثانية على انتهاء الكوارتر الاول تسع ثواني على انتهاء زمن الهجمة وفي الافق كده جانا مصطفى هتعمل تغيير ولا لسه هتصبر شوية كابتن على الاسبور شوية لو تزايد صالح نادي سبورتن هلا مصطفى تضع في السكة وتعمل الستيل كايلة سورنتون ونقطتين في جعبة النادي الاهلي عشرين ثلاثتاشر لصالح النادي الاهلي أربعين ثانية على انتهاء الكوارتر الاول ودي فرح عمر من نادي سبورتن بوينت جارد من نادي سبورتن وخطأ شخصي على السورية بيحتسبه كابتن محمود إبراهيم وأود صايد صالح نادي سبورتن خمسة وثلاثين ثانية على انتهاء الكوارتر الاول عشرين الاهلي ثلاثتاشر سبورتن فرح عمر سلم لانديل ياسر تحت البسكت لهالة مصطفى اللي اطعالها طعب سلم ثاني النادي نياسر يعمل لستيل فريد عفوا سورية والحيازة التبادلية لنادي سبورتن اربعة وعشرين ثانية بالتمام والكمال على انتهاء زمن الكوارتر الاول في هنا بس لو الكاميرا تيجي ناحية الحاكم ودي عدد الكورة الاخرانية لكن في مشاورات دلوقتي ما بين الحكام هل هي الحيازة التبادلية للاهلي ام لسبورتنج ايوه والحيازة التبادلية فعلا لنادي سبورتنج اوتزايد نادي سبورتنج فرح سلم لهالة مصطفى منار ايهاب منار واختراقات منار وصلت منار لكن اوتزايد لصالح نادي الاهلي ساعتاشر ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الاول للاهلي 20 الاهلي 13 سبورتن طلب كابتن علي انه يفتح الملعب عشان سوريا تخلص واحد على واحد 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر سوريا طلعت لنادين سلعوة ثلاثات نادي ما جابتش نادي تطلع اوتزايد لصالح نادي سبورتنج ثلاث ثواني وجزئين من الثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول 20 الاهلي 13 سبورتنج ثلاث ثواني جينا حلمي عدت جينا ثلاث صفرة انتهاء الكوارتر الاول بتقدم الاهلي 20 13 ديئتين هي الراحة المكررة ما بينك والشوطي المباراة ونعود للمباراة مرة تانية جينا حضراتكو تشكيل النادي الاهلي النهاردة دينا عمر رقم 10 سوريا تغيدي او سوريا محمد رقم 8 رانا نبيل رقم 9 سلو هارون 22 جنة مصطفى 74 رانا علاء 11 رضو محمد 12 حبيب حاتم 32 كائلة سورنتون 25 نادين سرعوة 7 وفريدة وائل ونوها شتا ده تشكيل النادي الاهلي النهاردة اما تشكيل النادي سبورتنج منار ايهاب رقم 4 فرق عمر رقم 8 جينا حلمي رقم 11 نادين ياسر رقم 13 ميان كامل 21 هالة مصطفى 34 جمانا هيسم 95 فريدة خالد 33 وملك السايد 1 و30 وليلة نبيل رقم 20 هقولكم على بعض الاحصائيات دلوقتي اللي خصلت في احداث هذا القوارتر سوريا حتى هذه اللحظات في احداث القوارتر مسجلة اربع نقاط نادين سرعوة مسجلة نقطتين اما كايلة سورنتون مسجلة 14 نقطة في احداث هذا القوارتر نسبة الفريدس رو عندها ما شاء الله اربعة من اربعة ادي العشرين نقطة بتوع النادي الاهلي اما نادي نادي منار ايهاب مسجلة ثلاث نقاط شين حلم مسجلة سلسية نادي نيسر حتى هذه اللحظات نجبة المغرام ومسجلة 7 نقاط النادي الاهلي شات اربعة فريس رو او اربعة فاول شوتن سنجح في تسجيل اربعة نادي سورنت لم يحوز على اي فاول شوتن نادي الاهلي شات اربعة سري بوينت ولا واحدة اما نادي شات سبعة سري بوينت نجح في تسجيل تلاتة بنسبة اتنين واربعين في المية المباراة نفس التشكيل للنادي الاهلي مع تغيير ونزول جلنا مصطفى وردوى محمد نادي كايلة سورنتون ومعها لسه هالة كايلة اتزحلقت خطف وعمل التستيل جينا فاصل بريك اتنين على وعد سبورتن جينا ما نجحتش انها تجيب الباسكت تلم فرح عمب وفريدة واقل وقم 14 تتكب خطأ شخصي على فرح عمب تطلع الكرة اوتسايد لصالح النادي اوتسايد للنادي الاهلي اوتسايد للنادي الاهلي وفي مركز صانع الليها بحبيق عفو الردوى محمد تاني سانة الليها مع النادي الاهلي منتقل حديثا من نادي الغابة كايلة سورنتون سكيب باسل نقعد تاني الردوى تلاتات ردوى شاطت ردوى لمت على طولها الساكن شوت جلنا مصطفى بفدائية طلعت ليه فريدة واقل اللي استعجلت وشاطت لما هلا مصطفى من سبورتنج طلع على طول فرح عمب فرح معها ردوى لسا الاهلي منتقل فرح استنى سكين من الندين جتلع ردوى سلمت لندين ياسل لجينا لهلا مصطفى ندين تاني ندين شاطت مجابيتش تلم على طول لكن فاول على ندين ياسر ورميتين وحيازة وتغيير خرجت فرح عمر ونزدت جمانا هيسم رقم 95 من سبورتنج سبورتنج جينا حلمي رقم 11 هلا مصطفى رقم 14 وهنشوف بس كايلة دلوقتي وهي بتشوت رميتين الحراتين ودي نكحت في تسجيل رمية الحرة الأولى وركايلة على تنفيذ رمية الحرة الثانية نكحت ايضا في التسجيل نكحت ايضا في التسجيل في الكرة تقول للنادي الالي حبيبة ومعها جينا حبيبة ليه السورية وسكرين من جنة عدت سورية للطريف هذه سلمت لكايلة لكن ما بتجيش لما على طول جينا حلمي من نادي سبورتنج اللي بتطلع ليه جمانا هيسم لجينا شاتن جينا سري بوينت اير بول ويه او تسايد للصالح نادي الالي او تسايد للنادي الالي تمن دقائق 25 ثانية النتيجة 22 13 تمن دقائق 20 ثانية على امتاز زمن الكورتر الثاني ودي سورية ويفت شاتن مفيش حاجة لحكم ما حسبهاش قال لها على الكورة سلمت لمنار ايهاب المنار اللي بتسلم لجينا لقيت نادي تحت الباسكت سلمت غفلة دفاعية تنجح نادي تعمل اسست ليه هلا مصطفى وتسجل نقطتين عشان تدقي الفرق الى السبع نقاط سورية لكايلة سورنتون كايلة لردوة وسكرينات لكايلة ثاني معها هلا مصطفى هتلعب معها واحد على واحد طلعت له جنة من بعيد يا جنة مش حلوة يا جنة طلعت على الطول هلا مصطفى لك تقرف السكة على طول سورية اللي شاطت ميديم شاطت لك سورية قاول على كابتن احمد كامل يحتسب خطأ شخصي على كايلة سورنتون ورميتين حرتين وخرجت سورية دغيدي ونزلت نادين سلعاوة في تغيير لصالح النادي الان وادي اول رميتين لنادي سبورتين تنجح في تنفيذ الرمية الحرة الاولى والرمية الحرة التانية جمانا هيسم وتنجح ايضا في تسكير الرمية الحرة التانية من الاهلي من الاهلي الاهلي بالطاقم الازرق لأول مرة سكايلة لفريدة واقل لسه مشتغلتش فريدة بحاول تعدي لكن هنا خطأ شخصي على نادين ياسر من ناد سبورتين وتروح معاها بيراميتين حرتين خطأ شخصي على رقم 13 نادين ياسر وادي الاعادة ايه انها الاعتراض بالقدم وادي الرميتين الحرتين فريدة 22-17 رصالة النادي الاهلي فريدة تنجح في تسكير الرمية الحرة الاولى فريدة على تنفيذ الرمية الحرة التانية فريدة ما تنجحش في التسجيل تلم هي على الساكن شوت وردوة تحاول تباصي كده لجنة لكن تطول من جنة وبتطلع اودي الصالح النادي الاهلي 23-17 سبعة دقائق على انتهاء الكورتر الثاني من نص الملعب الاهلي اضغط ودي تعليمات طبعا انا بتمنى الشفاء للصديق العزيز والاخ الكبير الكابتن عمر اشور يعني الشفاء الله عفاه دي اضغط النادي الاهلي جمانا هيسم اهلا مصطفى اللي بتعدي معاه كايلة تطلع كيكاوت لمنار منار بتهوش واختراكات منار من البازلين ما بتجيش تلم توقع في يد اه نادين ونادين سرعوة وبتطلع اودي للصالح النادي اسبورت طبعا الكابتن عمر اشور والهاجر عامر اللي تم اعلان نتيجة مسحتها قبل المباراة ومعاهم مونيك ريد واسرار ماجد تمنيتني اللي هاهم بالشفاء العاجل يا رب يعني ربنا يخلصنا من هذا الفيروس العيني يا رب ان شاء الله هلا مصطفى تحاول تباصي ليه جمانة لكن تختط ما دي ردوة ردوة بتعدي ردوة واختراكات ردوة تطلع كيكاوت ليه كايلة سورنتون وستري بوينت كايلة تنجح كايلة في تسجيل تلات نقار اول سري بوينت الكايلة ولسه الاهلي بيضغط ستة عشر سبعتاشر منار سكيب باس النقار التانية ليه هلا مصطفى وتقطع لها نادين لكن ما تلحقهاش فرح عمر اللي بتختارك بتسلم لنادين ياسر واحدة من نجمات هذا اللقاء بتشوت نادين يمجح في تسجيل نقطتين عشان يصبح ستة وعشر تسعتاشر خمس دقائق خمسين ثانية على انتهاء الكورتر التاني ردوة محمد من نادي الاهلي ردوة سلم لكايلة كايلة لقى الطريفة هادي سلمت لجنة حلوة يا جنة لكن ما بتنجحش في التسجيل وخطأ شخصي على جومان عايزم من نادي سبورتن ورميتين حرتين ليه جنة مصطفى العيبة النادي الاهلي نادي الاهلي جلنا مصطفى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل وتنفيذ الرمية الحرة التانية جلنا مصطفى تنجح أيضا في التسجيل جمانا ايسم لسه الأهلي بيضغط من نص الملعب 28.19 فرح عمر لجمانا بالبسدين أطعالها حلوة قوي هالا مصطفى ترايع البسكت ما بتجيش لمكايلة سورنتون اللي بتطلع بملعبها قررت تختارك وصلت نجحت في تسجيل نوتوتين طايم اوت على طول يطلبه كابتن احمد القام بعمل المدير الفني لصالح نادي سبورتن لإقاف تقدم الأهلي اللي أصبح حداشر نقطة تلاتين لأهلي تسعتاشر سبورتن خمزة تسعتاشر ثانية على انتهاء أحداث الفترة التانية أو الكورتر التانية زي ما قلت لحضراتكم تمنياتنا بالشفاء إن شاء الله العاجل لكل لعبينا من هذا المرض العين يعني كان قبل المباراة على طول في أسنان التسخين تم إبلاغ اللعبة هاجر عامر واحدة من أقوى لعبات سبورتن واحدة من أقوى لعبات مصر يعني بصراحة أنا بتمنى للشفاء العاجل بإذن الله بأن مسحتها إيجابية شفاء الله وعافاها بإذن الله وكان فيه عد اختبار تاني للعبات المصعدة لعبتان المصعدتان آية فيه هاجر علي من نادي الأهلي وآية الحمد لله كويسة هاجر يعني طلع التحليل الإيجابي ربنا يعفو عنهم يا رب جميعا بعد هذا اللقاء إن شاء الله مباراة للاتحاد ومباراة الأهلي فيه نهاي دوري المرتبط رجال ومرتبط الأنسات النهاردة بتاعت 16 سنة نجح مباراة فيه الفوز على سبورتنج من نتيجة 11 نقطة وادي المباراة الأولى وادي بعد عدد المباراة يعني مخرجنا بصراحة يعني عاملين حاجات حلوة جدا ودي كرة بتاعت كايلة ونرجع للمباراة اللي هتبدأ وادي الكرة مع نادي سبورتنج وادي فرح عمر بتعدي تخطف كايلة وتعمل الستيل والفاص بريك لردوة ردوة تسلمها تاني لكايلة وكايلة بشمال هتنجح في تسجيل نقطة 2 اتنين وتلاتين تسعتاشر لصالح نادي الأهلي يضغط الأهلي من أول ملعب قدام خبرات الأهلي السبورتنج يصل نادين سلعوة تنجح في تسجيل نقطة 2 واحد وعشرين سبورتن اتنين وتلاتين الاهلي ردوة لفريدة وائل ما انتمان نادي سبورتنج وادي فريدة سلم لردوة كايلة تحت الباسكت ومعها هالة عايزة تلعب بها واحد على واحد والفيدوي ولا هتوصل تلعب ايه فعلا الفيدوي لكن خطأ شخصي على هالة مصطفى للصالح كايلة سورنتون ورميتين حرتين كده ده الفاول الرابع توتل على نادي سبورتنج والفاول التاني على نادي الاهلي توتل فاولات اربعة سبورتنج اتنين الاهلي وادي كايلة سورنتون على تنفيذ الرمية الحرة الاولى تنجح في التسجيل وادي كايلة سورنتون تاني لا تنجح في التسجيل لما على طول هالة مصطفى من نادي سبورتنج اللي بتطلع على طول جمانا هيسم لكن خطأ شخصي على نادين سلعاوة رقم سبعة اوتصايد بصالح نادي سبورتنج تغيير في صفوف النادي الاهلي هتخرج دلوقتي نادين سلعاوة وتنزل حبيبة حاتم رقم اتنين وتلاتين وادي اوتصايد وادي نادين ياسر نادين ياسر من نادي سبورتن وفي نادين ياسر ابو الفتوح من نادي الاهلي لكن هي مش متواجدة وادي هالة مصطفى اول تلاتات هالة مصطفى ما بتنجحش في التسجيل هالة لما على طول نادي الاهلي وردوة تطلع بفاص بريك فريدة واقل بتدور فريدة على كايلة وتلاتات كايلة نجحة كايلة في تسجيل تلات نقاط لكايلة سورنتون لعبة النادي الاهلي وهدي فريدة لنادي ناسر من سبورتن هالة مصطفى وخطأ شخصي على جنة مصطفى لعبة النادي الاهلي رقم اربعة وسبعين ورميتين حرتين الرمية الحرة تنجح في تسجيل هالة مصطفى والرمية الحرة تنجح ايضا في التسجيل هالة مصطفى جايب ستة اما نادي سبورتن شاية اربعة فريدة واقل لكايلة حلو الاسست حلو الباسكت تلاتة وعشرين نادي سبورتن نادي الاهلي ودي في اصابة كده لنادين ياسر واحدة من نجمات سبورتن سلامات لنادين ثمانية وتلاتين نادي الاهلي تلاتة وعشرين سبورتن ودي لعبة الاهلي بيتطمنوا عليها ودي قامت بسلامة لها ودي جينا حلمي نزلت من نادي سبورتن ويضغط الاهلي لسه تلات دقائية ثمانية وتلاتين ثانية تفوق الاهلي ثمانية وتلاتين ثلاثة وعشرين فرح عمر بن سبورتن بتعدي هيتعمل الاهلي دابل تيم من كايلة لكن تسلم على طول تلحى على طول جينا حلمي من نادي سبورتن توصل له هالة اللي بتقطع في السكة وتعمل سبورتن جينا مصطفى كايلة واستهلتت كايلة تاني نكحة كايلة في تسجيل هي اللي شائطت تلات تلاتات في هذا الكوارتر تلات تلاتات لكايلة من خمس شطات تشاطت لصالح النادي الاهلي في هذا الكوارتر ودي نادين ياسر لمنار إيهاب لسه ما شغلت منار المنار تقطع في السكة تسلم لنادين ياسر تقطع وتعمل السكة لكن تتخطف منها تحاول معها لكن خطأ شخصي على رضوة محمد لعبة النادي الاهلي واحد واربعين تلاتة وعشرين لصالح نادي الاهلي تلاتات لا تلاتاتات هذا فورسن فعلى طول خطأ شخصي تلاتات لصالح نادي سبورتن هناك تغييرها لصالح نازلة تسلم لفريدة فريدة خالد نادين ياسر تحاول تختارك وفعلا ان اختاركت لكن لا تجربش المتابعة الدفاعية تسلم لردوة ملعبها تلقى التعليمات من كابتن علي رضوة تعدي تسلم لفريدة وائل تلحقها من جنة مصطفى فريدة تقراف السكة تخطف على طول منار هنا مخالفة ماشي في القرى لا حاجة ما حسبهاش لصالح نادي الاهلي لو خدنا بالنا لو مخرجنا ايدي اللقطة دي بسرعة وادي لصالح النادي الاهلي ايوه هنا باصت لفريدة خالد شاطت من بعيد لكن ما بتنجحش في التسجيل وبتغبط في نادين ياسر وبتطلع اودي فريدة وائل من الاهلي فريدة بتعدي تختارك وصلت لحبيبة حبيبة حاتم لكن مخالفة المشي بالقرى على حبيبة حاتم واحدة من النجمات المصعدة من نشيات النادي الاهلي حبيبة حاتم كرة مع سبورتن فريدة خالد ليه جمانة هيسم لغط عليها رضوة على جمانة تحتفظ بالقرى تسلم له هلا مصطفى هلا وكايلة هلا نادين ياسر نجحت في التسجيل نقطتين سبعة وعشرين وواحدة واربعين لصالح النادي الاهلي دقيقة تلاتين ثانية على انتهاء الزمن الكورتر الثاني واوتسايد لصالح النادي الاهلي عفوا النادي سبورتن تغيير تغيير خرجت جنة مصطفى نزلت نادين سلعوة واحد واربعين خمسة وعشرين ديها تسع وعشرين ثانية سبورتن هيطلع الكورة فريدة خالد تتقطت منها لكن خطأ شخصي على حبيبة حاتم رقم اتن وعشرين ورميتين حراتين لصالح نادي سبورتن رميتين حراتين وفريدة واقل خرجت من الاهلي صورية دي غيدي ودي فريدة خالد من سبورتن شاطت نجحت في تسجيل رمية الحرة الاولى فريدة خالد عفوا على تنفيذ الرمية الحرة التانية واحدة من المصعدات من تحت 18 سنة لمت على طول نادين سلعوة اللي بتسلم لصورية دي غيدي اخر دي عشرين ثانية على متى الكورتر هالتاني ودي ردوة استانية سكرين لكن هنا فاول على ردوة تحتسب الكابتن مونة علي خطأ شخصي واوت سايد للصالح نادي اسبورتن احسانيات سريعة لكابتن هيسم وضيوفه الكرام كابتن عمري صبر وكابتن علياء ناد سبورتن في الكورتر الثاني في تغيير دلوقتي نزلت رانا نبيل من الاهلي وخرجت ردوة محمد احسانيات سريعة ودي القرى لنادين ياسر هالة مصطفى نجحت هالة احسانيات سبورتن في هذا الكورتر بعد الشوطة الخامسة في الكورتر الثاني نجح نادي سبورتن في انه يسجل واحدة اما نادي الاهلي شوط خمسة سري بوينت اجاب ثلاثة ولم يسجل نقطة نادي الاهلي شوط زي ما قلنا سبعة نجح في تسجيل ستة اما نادي سبورتن ودي باسكت جاونت لنادين ابو اياز نادي سلعاوي نقطتين وان مور وخطأ شخصي على اللعابة رقم تلاتة وتلاتين او عفوا الرقم اربعة وتلاتين اهلا مصطفى ودي الرمية الحرة الاضافية اما نادي سبورتن في الفولات شوطن شايد ستة ناجح في تسجيل خمسة النسبة تقترب من هنا وهنا الى تسعين بالمئة طيب خلينا نشوف نادي سلعاوي هتعمل ايه في الاندوان او الوان مور نجحة نادي في تسجيل الاندوان وثمانية وثلاثين ثانية على انتهاء كورتر الرابع ثاني ودي جمانة هيسم منار ايهاب منار وثلاثين منار ايهاب وثلاثين ثانية على انتهاء كورتر ثانية 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 ثلاثين ثانية 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 نادي ثانية ثانية منار إهاب في تسجيل 3 نقاط عشان تنتهي أحداث الفترة التانية أو الكورتر التاني 46 الأهلي 32 سبورتن أعزائي المشاهدين أرجو أن نكون وقفقت في ناقل أحداث الفترة الأولى والتانية لمحب كرة السلع على قناة النادي الأهلي على أن نلقاكم بإذن الله هذه الإعادة لمنار إهاب لعبة الأهلي السابقة ولعبة سموح السابقة ولعبة سبورتن حالية أرجو أن نكون وقفقت في ناقل أحداث الكورتر الأول والتاني على أن نلقاكم بإذن الله في أحداث الكورتر التالت كابتن محمود والحزن تبدولي النادي سبورتن خلاص بدأنا المباراة على بركة الله نتيجة تانية 46 32 لصالح نادي الأهلي جمانا هيسم ومعاها سوريا من تمنى النادي الأهلي لمنار إهاب هلا مصطفى ومعاها كايلة لكن الاستيل على طول من فريدة واقل فريدة اللي بتحاول تلعب واحد على واحد وصلت لكن تقدر على السكة على طول من ناري هابو تعمل الاستيل لتسلم لفريدة خالد فريدة أول محاولات النادي الأهلي فريدة لكن الاستيل حلو ومن رانا نبيل وبتطلع أوتصايد للصالح نادي اسبورتن أوتصايد اسبورتن 934 ثانية لسه نتيجة زيما هي 46 لأهلي 32 اسبورتن لم يقص شريط افتتاح الكورتر الثالث بأي نقاط أي من الفريقين جمانا هيسم سلمت لها المصطفى معاها كايلة لندين ياسر أو نانا جمانا هيسم من رقم 95 بتحاول تعادي معاها كايلة تسلم لها المصطفى تحت البسكت بشمال أوسمي هوب وتنجح في تسجيل أول نقاط أحد الفترة الثالثة أو الكورتر الثالث رانا نبيل نوتوتيل اسبورتن رانا من الأهلي معاها فريدة من فريدة خالد من اسبورتن عشية تحت 18 سنة يفتقد أن هذه اسبورتن عدد من عناصر ثلاثة من أهم عناصره سورية شاطة سورية من بعيد ما بتنجحش بالتسجيل فريدة وائل على الساكن شوت فريدة مسكرين طلع لرانا نبيل فريدة سلعوة معاها منار إهال سلعوة واختراك من البسدين والبورليب لكن ما بتجيش تغبط فيها الثاني وبتطلع عاواتسايد للصالح نادي اسبورتن جمانا أيسر ستة واربين اربعة وثلاثين تمن دايع تمانية واربين ثانية على انتهاء الكورتر الثالث لنادي نياسر تخطف فريدة وائل في الساكن وتطلع عاواتسايد وتغيير جينا حلمي من سبورتن هتدخل وتخرج فريدة خالد رقم 33 وجمانا هيسم بتخرج وبتنزل مكانها اللاعبها رقم 8 فرح عامر فرح يلا تطلع لقاوت لجينا حلمي واحدة من لعبات نادي سبورتن مهمين جدا اللي ستيل على طول في الساكن لكن تطلع لفرح عامر اللي لات نفسها فاضية وكانت بتشوت ما فينس الكورترين وكانت نسبتها كويسة وترجح في تسجيل أول تلاتاية لها في هذا اللقاء وادي سوريا 37 46 تسع نقار في الصالح النادي الأهلي فريدة واقل فريدة واختر قطرة وصلت فريدة بشملها فريدة سجلت فريدة نقطتين 48 للأهلي 37 سبورتن 11 نقطة هو الفارق ما بين الأهلي وسبورتن فرح عامر بتعدي فرح على سوريا سلم لمنار إيهاب سلمنا لسكرين منار من بيس داين بشملها لعبتها سلمنانا على طول اللي بتقيمها على الساكن شوت بتحاول ما بتجيش تقع في يد سوريا لما الديفنسي فريباون تعدي سوريا والفاص بيك سوريا ليه كايلة بتهوش كايلة ميديم كايلة شاطت كايلة نكحت كايلة في تسجيل نقطتين كايلة سورنتون واسع الفارق إلى 13 نقطة خمسين الأهلي 37 سبورتن سبعة دقائق 35 ثانية واضي فرح عامر تطلع كيك أوت لمنار ما تلحقش منار وتطلع آود صايد لصالح نادي الأهلي رانا نبيل بتطلع الآود للسوريا لكايلة واحد على واحد كايلة ومع أهلا مصطفى بقوتها ما بتجيش تلمي على طول نادي لتسلم لجينا حلمي جينا بتعدي جينا تسلم لمنار إيهاب منار اللي بتعدي وتطلع لكن الستيل حلو من رانا نبيل والفاص بريك رانا وكايلة والأسيست حلو من رانا والبسكت أحلى من كايلة كايلة سورنتون كايلة سورنتون لكن الاسيست حلو وجميل والستيل بدأ من عند رانا نبيل اللي بتكلمه استيل ويأسيست ودي الأهلي يسلم لمنار إيهاب منار سريب بوينت منار ما بتينجحش في التسكين تلمى على طول والفاص بريك لنادي الأهلي المعهود به سلم لفريدة واقل سورية لكن مخالفة المشي بالكورة كابتن منا علي تحتسبه على فريدة واقل لعيبة النادي الأهلي الكورة مع نادي سبورتن حسام أو جمانا هيسم فرح علي عفوا لمنار إيهاب بسا كده أي حاجة روح رانا نبيل رانا نبيل لتسكين نقطتين ما بتنجحش لسه رجع من الزبن لسه اللي أقل الفنية لكن كايلة هي اللي بتعمل على الساكن شوت وبتنجح في تسكين نقطتين طايمة وتعلى طول نادي سبورتن 54 الأهلي سبورتن 37 6 دقائق 52 سنية على انتهاء أحداث الكورتر التالي النادي الأهلي حتى هذه اللحظات شوتة واحدة على سري بوينت وما جابش لكن نادي سبورتن بنسبة 50% شوتة 2 ونجح في تسجيل واحدة نبص دلوقتي على تشكيل أو تعليمات كابتن كابتن علي هاشم ودي سري بوينت النجح في تسجيلتها فرح علي ودي تراي الحلوة الجميلة من فريدة علي لعبة النادي الأهلي ودي فاص بريك دي بعض عادات المباراة اللي بنشكر طائم العادات الفني والمخطني والمخلقين في العادة ودي فاص بريك تاني ودي السيس حلو اللعبة دي بدأت بستيل من رانا نبيل ودي تعلمات كابتن علي وانتهاء الطايم آوت اللي طلبوا نادي سبورتنج لسا اللاين أب لنادي الأهلي زي ما هو فريد وائل نادي سلعاوة سوراية رانا نبيل كايلة سورنتون أما اللاين أب نادي سبورتنج فرح علي جمانا هيسم نادي ياسر جينا حلمي وهالا مصطفى في مركز خمسة زي ما قلت لحضراتكم نادي سبورتن يفتقد ثلاثة من أهم اللاعبية مونيك ريد المحترفة وأسرار ماجد وهاجر عامر دول بسبب إصابة الكوفيد ناينتين جينا حلمي لهالا مصطفى ومعها مونيك من سايبها وجود ديفنسة من مونيك ريد وبتطلع الكورة أو تصايد لصالح النادي لأهلي ساربعة وخمسين سبعة وثلاثين للنادي الأهلي أدي الديفنسة الحلوة أو من مونيك ديفنسة يدرس خبطت فيها قوة البدنية ما شاء الله عليها نرجع للمباراة وادي سورايا على التلاتة بونت سورايا نجحت سورايا بتسجيل تلات نقاط تلات نقاط لسورايا دي غدي سورايا محمد وادي الكورة مع سبورتن جينا حلمي جينا بتبحث عن التلاتة ليه هالا مصطفى اللي شاطت هالا لكن ايربول ايربول وادي الاعادة هي لسورايا اللي شاطت سريبوينت عشان الناس اللي ما شافتهاش احنا جاهزين دايما في المعاد وفي المكان المصبور وادي رانا نبيل قالت تجرب حظاها شاطت رانا لما نجحتش رانا تلات نادين ياسر من ناد سبورتن سلم ليه جمانا هيسم جمانا تعدي جمانا توصل ليه فرح علي واحدة من ناشئات سبورتن فرح لجينا حلمي معاها نادين سلعوة عشر سوانا على انتهاء زمن الهاجمة توعى نادين توعى جين عفوا تخطف على طول والاستيل من سورايا والبص حلو قوي سورايا السست روعة الروعة لكائلة سورنتون ونقطتين كمان للنادي الاهلي تسعة وخمسين الاهلي سبعة وثلاثين سبورتن اربعة داية خمسين ثانية جمانا هيسم كيكاوت لفرح علي اللي قررت انها تسلم ليه هالا مصطفى وتعمل لها سكرين سلمت لمين اتعمل على سكرين دفاع قوي جدا لكن فعلا فعلا خطأ شخصي على فريد وائل رقم اربعة عشر زي ما كابت المونة ورهينا كده واوت صاعد لصالح نادي الاهلي في تغييرها يحصل دلوقتي رانا علاء هتخرج هتدخل عفوا وتنزل مكان رانا نبيل لعبة النادي الاهلي رانا علاء رقم حداشر فاول مشاركة لها في احداث هذه المباراة ودي جينا حلمي اللي قررت تختارك ووصلت ونجحت في تسجيل نقطتين رانا علاء من الاهلي اللي لسه نزل رقم حداشر والباك بيفوت رانا حاول طباسي تقطع على طول جمانا هيسم فص بريك ليه هلا مصطفى بتنجح ايضا في تسجيل نقطتين سوريا هي اللي تاخد الملعب مكان رانا علاء ودي فريد وائل بتعدي من وص الاتنين بتطلع لكيكاوت لرانا علاء اللي شات سري بوينت لكن ما بتنجح في التسجيل تسمي جينا حلمي من سبورتين اللي بتطلع وبتجرب ملعبها ومعاها سلعوة تحاول تختارك دفاع قومي الاهلي تطلع كيكاوت لهلا مصطفى هلا مصطفى بتسلم ليه فرح علي حاول تختارك وتوصل وما بتنجح في التسجيل تلمى على طول سوراية سوراية بتطلع بالفص بريك هتبص لمن يا سوراية ولا تلعب لوحدك كررت انها توصل وتلعب لوحدك وتسجل والاند وان ليه السوراية يا سلام على اللعبة بمجهود فردي وشخصي من اول ملعب اطعت الكورة يا سلام لو مخرجنا يجيبها من اول ما اطعت الكورة يا سلام على الباك بيفوت بتعدي سوراية وتوصل وسط اتنج تنجح انها تاخد فاول من جمانا هيسم والاند وان ليه السوراية وادي الاند وان تنجح في التسجيل سوراية حلمي جمانا هيسم من سبورتنج اتنين وستين واحد واربعين يتسع الفارق الى سعتاشر نقطة ودي خطأ شخص على فريدة وائل تستعجب فريدة كما نرى على الشاشة رميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج جمانا هيسم البادي كونتاكت هنا هو الفاول ودي جمانا هيسم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الاولى والرمية الحرة لا تنجح في التسجيل والكرة مع رانا اللي بتسلم لصوراية صوراية واختراكات صوراية تطلع نادي سالعوال لشاط سلي بوينت ما بتنجح في التسجيل تلم على طول فرح علي بتسلم لجمانا جمانا هيسم لكن ستيل حلو من كايلة وكايلة على الفصل بنك ونوطتين كمان 64 الاهل 42 سبورتن تلات دهائية خمس ثواني على انتهاء الكورتر الثالث جمانا هيسم وهنا للسلم الرانا بتعدي رانا سلمت لصوراية صوراية لفريدة واقل فريدة اللي عندها تلات اختار شخصية حتى ازيل لحظات فريدة حلو الاسس نادين سالعوة وبتنجح في دسجيل نقطتين كمان 66 42 24 نقطة فارق ما بين الاهلي وسبورتن جمانا هيسم ديتين 30 ثانية ودي جينا حلمي لقد طريفة دي وصلت ونجحت في دسجيل نقطتين جينا حلمي لعبة نادي سبورتن 22 نقطة 66 44 ديتين 20 ثانية على انتهاء زمن الكورتر الثاني الثالث عفوا سوراية من بعيد ما بتجيبش بتدم على طول جمانا هيسم أو عفوا فرح علي فرح جمانا هيسم لجينا حلمي من سبورتن جينا ليه هلا مصطفى طلعت لندين ياسر شاطت ندين ياسر نجحت في تسجيل ستلاتاية لجينا أو عفوا لندين ياسر كده سبورتن شاية أربعة سري بوينت جايب نجح في تسجيل ثلاثة أما الأهلي شاية ستة فنجح في تسجيل واحدة ندين سلعوة واختراقات ندين ما بتجيبش تلمهلا مصطفى على الديفنسي نص على انتهاء أحداث الفترة التالتة أو الكورتر التالت ستة وستين سبعة واربين لصالح النادي الأهلي جمانا هيسم لها الطريف واضح عايزة تعمل ستيل لندين لكن ستيل من أو عادة تعمل أسست وهنا كرة وصلت لندين سلعوة وخطأ شخصي ترتكب وجينا حلم اللعابة رقم 11 براميتين حرتين تغيير في صفوف نادي سبورتنج خارج جمانا هيسم ونزدت فرح فريدة خالد ونزدت منار إهاب مكان هالا مصطفى كده لاين نادي سبورتنج نادي ياسر جينا حلمي منار إهاب فريدة خالد وفرح علي ودي نادي سلعوة لا تنجح في تسجيل الرميع الحرة الأولى نادي على تنفيذ الرميع الحرة الثانية لنجح في التسجيل فرح عالم سبورتنج فرح فرح عامر عفوا فرح لمنار إهاب جينا حلمي والاسكرين من الندين تروح عكس الاسكرين تختار نادي واتنجح لا والله ما نجح ما نجح في تسجيل النقطتين لكن خطأ شخصي على ندين سلعوي رقم سبعة برميتين حرتين الخطأ الشخص التاني على ندين سلعوي ودي هنا الاختراق ودي جسم بالجسم ودي خطأ شخصي ودي الرميع الحرة الأولى جينا حلم تنجح في التسجيل ثلاث رميات حرة لكل فرقتين كل فرقة مضايعة واحدة بنسبة خمسة وسبعين في المية ودي الرمية الحرة جينا التانية تنجح في التسجيل أيضا وسلوى نزلت مع كايلة سلوى هارون ندين سلعوي وسكرين من كايلة ندين اختراقات ندين وصلت ندين نكحت ندين في تسجيل نوططين في آخر خمسة وربعين سنية عشان تصبح النتيجة ستة وتسعين تسعة وستين عفوا تسعة وربعين عشين نوطة فرق ودي يدفع قوام النادي الاهلي ودي منار إيهاب معاها سلوى هارون منار والميس ماتش تحت بالندين وطلع كيكاوت وتهويش فريدة خالد اللي وصلت ما بتنجحش في تسجيل في لامة كايلا سورنتون كايلا بتطلع ليه رانا علاء آخر 22 ثانية نادين نادين سلعوة والباك ليب ما بتجيش لامة نادين يسر اللي بتطلع لجينة حلمة من سبورتن راحت جينة هتعمل ليه جينة وصلت جينة خدت فاول جينة نكحت في تسجيل نوططين جينة فطأ شخص على رانا علاء رقم 11 من نادي الاهلي والكاونت وان مور ليه جينة حلمي لعبة نادي سبورتن تسعة ثواني وتسعة اجزاء من الثانية وهنا فعلا خطأ شخصي زي ما احنا شفنا في الاعادة ودي الرامية الحرة اللي ضفيا تنجح جينة حلمي في التسجيل عشان نتبقى النتيجة 69 52 اخر خمس ثواني كايلة وصلت كايلة بقوتها كايلة وشملها كايلة نكحة كايلة في تسجيل النقطتين عشان تنتهي احداث الفترة الثالثة والكاورتر الثالث 71 الاهلي 52 سبورتن ديئتين زمن الراحة المكررة ما بين شوطية المباراة ونصل الى الفاصل الاخير بالحلقة الاولى لنهاء دوري المرتبط بين الاهلي وسبورتن او وسبورتن والاهلي افكر عزي افكر السادة المشاهدين تاني 71 52 نسمع تعليمات الكابتن علي هاشم ونرجع لخضراتكم على طول او مرح السادة تترجم شوية مرح والله بلتتح بزفة ويا جدا جدا بعد عادات المبارزة هما حضراتكم شايفين برضو هقول له حضراتكم الكوارتر التالت بقى حصل فيه الاهل شات ستة سري بوينت نجح في تسجيل واحدة فقط اما ناد سبورت انشات اربعة سري بوينت نجح في تسجيل تلاتة في الفاول شوتن انتهت احداث الكوارتر بان سبورت انشات خمسة فاول شوتن نجح في تسجيل اربعة اما الاهل شات تلاتة نجح في تسجيل واحد اتنين نرجع للمباراة اللي انتهت احداث الكوارتر التالت زي مولت الحضراتكم واحد وسبعين اتنين وخمسين لايناب نادي الاهل السورية رانا علاء سلوهارون دينا عمر في اول مشاركة لها او كابيتان رقم عشرة ويكايلا سورنتون اما نادي سبورتنج اقول لكم حالا دلوقتي سلوهارون تسلم لكايلة اسست حلوه من سلوه ترايا كايلة على البسكت لكن ما بتجيش فريدة عمر بتروح بالملعب توصل سلم لجينا حلمي مات يام جينا ما بتجيش جينا ترينب تاني فريدة عالي او فريدة عمر لكنه بادي ما بتجيش سلم لسورية سورية بتعدي سلم بس حلوه اول دينا عمر ونقطتين لدينا عمر في اول مشاركة لها في الكورتر الرابع الكابيتان ودينا عمر رقم عشرة فريدة عمر من سبورتن فريدة تعمل لها سكرين تسلم لفريدة خالد اللي شاطت سري بوينت ما بتنجحش في التسجيل لما على طول النادي الاهلي لرانا علاء رانا علاء ليه دينا عمر ويف الدينة قرارت تختارك الشاطت ما جابتش لما على طول النادي سبورتن ويه يتطلع بملعبها فريدة علي ليه جينا حلمي جينا ليه فريدة او فرح عمر لا يجبتش انه بادي في السري بوينت وادي نادي الاهلي مع الكورة سوريا حلق سوريا سلم لكايلة كايلة ومعاها منار ايهاب اللي مسكتها مكانها لمصطفى ويهي اسكيب باصل لدينا لكن دينا ما بتلحقش وبتطلع اوتزايد للصالح نادي سبورتن فرح عمر من سبورتن لجينا حلمي جينا وثلاثات جينا نكهة جينا في تسجيل سري بوينت اول سري بوينت في احداث الكورت الرابع اللي فات منه دي او نص ومتبك منه الدمان دقائي وثلاثين ثانية ثلاثة وسبعين الاهلي الخمسة وخمسين سبورتن سوريا لران علاء لكن هلا مصطفى تعمل الستيل وطلع لمنار ايهاب هلا لسه نزلة او عفوا ايه اللي بدعت ومنار ايهاب والباجبي وتسالوا هارون تلم تطلع على طول ران علاء والفاصل بريك لكايلة سورنتون كايلة فاضية الوحداء خالص تنجع في تسجيل نقطتين للنادي الاهلي توسع الفرق خمسة وسبعين خمسة وخمسين عشرين نقطة بالتمام والكمال في احداث هذا الكورتر ثمان داقة على انتهاء الكورتر الرابع والمباراة وادي جينة حلمي من سبورتن عايزة تجرب حظة تاني تدي الهالة مصطفى اللي شاطت مكانها لكن تالت ايربول لهالة في هزي المباراة وادي كايلة سورنتون واحد على واحد كايلة والباك بيفوت لكن فاول على كايلة سورنتون ونقاش مع كابتن علي كده وخطأ شخصي على كايلة وقود صايد الصالح نادي تغيير خرجت فرع فريدة خالد ونزلت نادين ياسر من سبورتن قامت جينة كايلة سورنتون من الاهلي ونزلت مكانها جنة مصطفى فرع عمد اللي بتعدي معها تسلم لمنار ايهاب تقلت على هالة مصطفى هالة لقيت اثنين طلعت لجينة جينة سلي بوينت جينة انه بادي ما جاتش تلمسى له هارون لا والله نادين وعال ساكن شوت تنجح في تسجيل نقطتين نادين ياسر واحدة من نجمات له هزا اللقاء بالارقام هي وهالة مصطفى ومنار ايهاب وهذه سالو هارون تعمل سكرين لرانا علاء لجنة مصطفى جنة بجبيبوت جنة من بعيد شاطة جنة ما جابتش حالة مصطفى تلمة على طول جينة حلمي من سبورتن جينة جينة واحد على واحد جينة قررت تختارك ووصلت بغي منها لكن خطأ شخصي على رانا علاء ورميتين حرتين زي ما الحكم كابتن احمد كامل صحفون ايل جينة حلمي على تنفيذ الرمية الحرة الاولى ما بتنجحش في التسجيل وادي الرمية الحرة التانية جينة ستة وخمسين ثانية سبعة وخمسين سبورتن خمسة وسبعين الاهلي والرمية الحرة بتنجح في تسجيلها جينة حلمي رقم حداشر رانا علاء رانا مع منار يهاب رانا وخدت الموادرة وشاطت ونجحت في تسجيل سليب بوينت لرانا علاء لعيبة النادي الاهلي رانا وسليب بوينت رانا واد اختراك ووصلت فرح علي ونقطتين وخطأ شخصي على النادي الاهلي هنشوف على مين دلوقتي كاونت والوان مور برضو على رانا علاء اللي لسه عاملة فاول وجاب سليب بوينت ورجعت عملت فاول تاني والاند وان ليه فرح عمر ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول سورية لي دينا عمر دينا طب انشوت دينا قررت تدي نيحة تانس كيف بصفة لرانا علاء نسلم التسالو هارون لكن على مصطفى وطرت على السكة واوتسايد للنادي الاهلي ست دقائق ثلاثة وعشر سنة على انتهاء احداث الكوارت الثلاثة سنة على زمن الهجم سورية ثلاثات سورية من بعيد ما في جيش لما سلو هارون عدي الوفينس في الماونت سلوة تنجح سلوة في تسجيل نقطتين سلوة هارون المنطقة الحديثة من نادي الزهور في صفقة انتقال حرة او ترانس فري ترانسفير وهلا مصطفى ذاته شخصي ايضا للحصف على رانا علاء رانا علاء ده الخطأ الشخص الرابع على طول كابتن عليه هيجبها هيجبها هيسحبها دلوقتي ودي هلا مصطفى معاه سلوة هارون توصل لنادين ياسر وميديا من نادي ما بتجيبش سلوة هارون بتلم تطلع ليه رانا علاء رانا ليه سورية سورية مستنية من القاطع لكن تقدر ملعبها تسلم لي دينا عمر اوبتشوت دينا عمر سري بوينت دينا عمر ما بتلجعش في التسجيل دينا تلم على طول نادي ياسر من سبورتن اللي بتسلم ليه فرح علي فرح فرح عمر عفوا نطلع لي جينا ودلاتات جينا تاني ما بتجيش الريماوند عند مين عند جنم مصطفى لكن ما بسكتاش لهم جينا جينا لسه بتحتفز بالكورة تسلم ليه سري بوينت وتنجع في التسجيل منار ايهاب لعبة نادي سبورتن تنجح في تسجيل سري بوينت ثلاثة سري بوينت سجل واحدة سبورتن تنجح في خمسة سجل اثنين رانا علاء سكرين اللي سالوه هارون بتسلم وتروح سكرين لسوريا سوريا من بعيد تاني الشاطط ما جابتش انه بادي تلم على طول نادي ياسر الشيوط الرابعة توتل على المنادي الاهلي تمانين ثلاثة وستين اربع دقائق خمسين سنة على انتهاء كورة الرابعة فرح عمر بتطلع ليه نادي ياسر بتشوت ثلاثة سري بوينت ما بتجيبش تلم على مصطفى على الوفينسر باونت جينا شاطط ما جابتش تلم سوريا طلع على طول لدينا عمرو على الفاص بريه دينا واحد على واحد توصل دينا تسجل دينا ثلاثة سري بوينت عفوا ويه تغيير او عفوا ده طايم اوت ليه طلبوا نادي سبورتنج ودي بعد عددات ادي اخر لعبة هيل دينا عمرو الأسستة هلو وبدعت من عند سوريا دي غيدي ودي التايم اوت لصالح نادي سبورتن وهنا الكابتن علي وتعليماته وهيحصل تغييرين دلوقتي ومشeman نسمع تعليمات كابتن علي vita ومشي شباب انتهى الوقت الذي طلبه نادي سبورتنج وهذه بعد عادات المباراة وهذه كايلة هسورنتون وفعلاً حصل تغيير خرجت سوريا وخرجت نادين سلعاو وخرجت كايلة سورنت وفعلاً خرجت نزمة كانت نوع شتا وردوة وحبيبة يضغط الائل من اول ملعب جينا حلمي بتعدي معاها تسلم على طول الهالة هالة الفرح عمر معاها ردوة ردوة محمد اربع دقائق وعشرين ثانية على انتهاء كورة الرابعة والمباراة وحلوة الباصة كيكاوت لجينا جينا بتهوش تختارك وصلت سلمت على طول الهالة مصطفى اللي شاطت لكن ما تجيبش وتلمع على الساكن شوت تطلع على فرح عمر فرح عمر ومنار ايها بفضية بتحاول منار تعدي عدت فعلاً وصلت سلمت لنادين ياسر تحت البسكت بتنجح نادين ياسر في تسجيل نوتوتين خمسة وستين سبورتن اثنين وتمانين الاهلي تلات دقائق خمسة وخمسين ثانية على انتهاء كورة الرابعة والمباراة زون ديفينس ناد سبورتن دينا عمر جنة مصطفى حاول تختار الجنة تطلع لدينا عمر بتسلم نوع شتة تحت البسكت اتزنقت لكن هنا 3 ثواني على نوع شتة واوتسايد لصالح نادي سبورتن اوتسايد لناد سبورتن منار ايهاب منار عفوا هلا مصطفى اللي قررت تختارك لكن هنا خطأ شخصي على نوع شتة رقم 23 فعلا رقم 23 ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتن هلا مصطفى على التنفيذ ثلاث دقائق وثلاثين ثانية على انتهاء كورة الرابعة والمباراة ودي هلا تنجح في تسجيل رمية الحرة الاولى كده النسبة 50-50 اربع شطات اتنين اين واثنين اوت ودي هلا الرمية الحرة التانية ما بتجيش لما على طول رضو محمد من نادي الاهلي تتلعب ملعبها رضوة لسه زي ما قلت حضراتك نادي سبورتن دينا عمر وثلاثات دينا عمر ما بتجيش تلم على طول هلا مصطفى لفرح عمر تسلم لي هلا تحت البسكت لمنار ايهاب اللي فاضي او سري بوينت منار ما بتجيبش تلم رضوة على طول رضوة من الاهلي طلع لدينا عمر دينا راحت دينا ما جابتش دينا لم على طول فرح عمر من سبورتن تسلم لي نادين ياسر منار ايهاب منار واحد على واحد معاها بلوك حلوة قوي من نوها الشتا ويتطلع عاود صايد لصالح نادي سبورتن ستاشر سانية على انتهاء زمن الهجمة واثنين وتمانين الاهلي ستة وستين سبورتن دي اتين تلاتة وخمسين سانية ودي فرح عمر سلمت الله اطعالها بش مالها هلا ما بتجيبش لما على طول جانا مصطفى بتسلم لرضوة لدينا عمر فاضي عملت البسكة حلوة اوي 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 اللعبة دي بدأت من دينا عمر سلمت لنوها الشتا من نوها الشتا تحت البسكة ليه جانا مصطفى ونوطتين في جملة شكلها حلوة اوي وشيك اوي بتغبط القورة في فرحها عمر وبتطلع قاود صايد لصالح نادي الاهلي اربعة وثمانين الاهلي ستة وستين سبورتن ديتين ونص على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة جانا مصطفى تحت البسكة ليه نوها الشتا لكن نادين ياسر تتكب خطأ شخصي ليه صالح نوها الشتا ورميتين قررتين لصالح النادي الاهلي يعني كان نفسي نوها الشتا بس من غير دير بلاد حطه على طول بسكت بعد الاعصيات كده لجمهورنا وديوفنا العزاء في استوديو التحليلي مع الكابتن هيسم الكوارتر الرابع النادي الاهلي شايد اربعة سري بوينت نجح في تسجيل واحدة اما نادي سبورتن شايد ستة ونجح في تسجيل اتنين اما نادي سبورتن في هذا الكوارتر شايد اربعة فاول شوتن نجح في تسجيل اتنين والنادي الاهلي شايد اتنين ما سجلش ولا واحدة حتى هذه اللحظات ودي هالة مصطفى من سبورتن وبشملها هالة نجحة هالة في تسجيل نوتوتين ديتين وخمس ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الرابع والمباراة تمانية وستين سبورتن اربعة وتمانين الاهلي رضوة لجنة مصطفى جنة سكيب باص لحبيبة تلاتات حبيبة ما بتجيش الكرة عند مين؟ عند جينا حلمي جينا اللي بتطلب ملعبها ومعها حبيبة وبتحاول تنجح فعلا في تسجيل نوتوتين وخطأ شخصي على جنة مصطفى فعلا خطأ شخصي وكاونت والاندوان ليه جينا حلمي من نادي سبورتن سبعين سبورتنج اربعة وتمانين الاهلي ديه واحد واربعين ثانية نزل فارق الى اربعة وتمانين وادي جينا حلمي على الاندوان نجحة لتسجيل الاندوان عشان تصبح النتيجة تلاتتاشر نوطة فرق واحد وسبعين سبورتن اربعة وتمانين الاهلي وادي دينا عم لحبيبة حاتم قررت تختارك لو وصلت لردوة لحبيبة عشر ثواني على تنزمة الهاج مودينا عملة على الاندوان راحت دينا لك البلوك من هلا مصطفى منار ايهاب منار اختراقات منار وباديها اللي مين ما بتجيش كرة عندي مين كرة اوتسايد زي ما قالت الكابتن مونة علي لصالح النادي الاهلي اوتسايد لصالح النادي الاهلي ديه وعشر ثواني على انتهاء الكورت الرابع والمباراة واحد وسبعين سبورتن اربعة وتمانين الاهلي رادوة لدينا دينا الرادوة لجنة قررت جنة تختارك لكن خطأ شخصي على فرح عم اللاعبة رقم تمانية من سبورتن واوتسايد لصالح نادي الاهلي النادي الاهلي اتكب خمس اخطأ شخصية توتل يعني اي خطأ شخص عليه برميتين حراتين اما ده الخطأ الشخص التاني لنادي سبورتين توتل حبيبة حاتم لدينا عمر دينا تسلم لي نوها شتا نوها لثلاثات حبيبة ما بتجيش على طول لمة جينا من سبورتن تسلم فرح عمر فرح عمر اختركت فرح معها ردوة تلم هلا مصطفى وتطلع كيكاوت لكن حبيبة تخطف وتعمل عليها تراب تسلم لي دينا عمر تهدي ملعبها تتخطف منها لكن توصل لها نوها شتا كيكاوت تروحوا الكرة عندي مين خطأ شخصي على نوها شتا يعني من الاول كده دينا عمر هدد خطفت على طول هلا مصطفى ونوراها رحت لنوها شتا نوها شتا حاولت تلعب على الباسكت بتلمع الساكن شوت وطلعت قاوت فاول عليها ورميتين حراتين زي ما قلت الحضراتكو على النادي الاهلي نادين ياسر هي اللي هتشوت الرميتين 22 ثانية خلاص مبروك النادي الاهلي الفوز الاول في الزهاب ودي نادين ياسر نجحت في تسجيل الرمية الحرة الاولى افكر حضراتكو تاني ان احنا على قناة الاهلي ان شاء الله بعد عزين المباراة مباراة الاهلي والاتحاد في اياب الرجال خلاص 18 ثانية مبروك النادي الاهلي في فوزه بنتيجة 84-73 حتى عزين اللحظات وقفت الفريتين وارتضوا بالنتيجة مبروك تاني النادي الاهلي فوزه على نادي سبورتن بنتيجة 84-73 اعزاء المشاهدين كنت معكم محدسكم ومعلقكم الرياضي احمد مناع من صالة هيئة استاد القناة السويس مبروك الاهلي كبار مبروك الاهلي صغار انسات وسيدات وما تنسوش معدنا تاني وثالث مباراة الاهلي والاتحاد في اياب نهائي دوري المرتبط رجال اقعوا تنسوا وما تتحركوش في اي حتة هنرجع لكم تاني وكنت معكم معلقكم احمد مناع على ان نلتقي بكم مرة اخرى باذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمايكروفون للزميل العزيز الكابتن هيسم السعيد